اشتركوا في القناة لذلك ردينا مرة ثانية والمخطط هذا يحتوي على خمس أعمدة مزروعة لذلك وجب أن نبه صاحب القسيمة على وعسى أن يلحق قبل الله يعتمد الإنشائي أنه يغير راية ويستفيد خمس أعمدة مزروعة يا جماعة شيء مو معقول لذلك المقطع شيق ومفيد جدا تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الكرام نأتي إلى هذا المخطط الجميل البيت شارع مني وشارع من هنا أعتقد هذا شارع الخدمة وهنا هذه ساحة ترابية يعني بالعربي البيت على ثلاث شوارع نأتي في السرداب هناك أخطاء كثيرة جدا في هذا المخطط أولا هنا هذا شارع الخدمة كان من باب أولى يكمل الحوش الساقط هذا الحوش الساقط هنا لو كان استمر فيه الجزء هذا كان صار منور على المكان هذا على الغرفة اللي هنية والغرفة اللي هنية وأيضا كان تخلص من عمود مزروع هنا فيه عمود مزروع واحد هذا الأول ركن البيت اعفوان هذا ركن البيت الأساسي واحد وهنية اثنين وهنية ثلاثة أيضا هنا فيه مفقود الثالث وهذا الرابع أيضا هنا مفقود معناته عندك هنا واحد مزروع وهنية مزروع هذا راح يبلش في الدور الأرضي أو الدور الأول فلذلك إذا شلنا العمود المزروع اللي هنا راح يصير عندك عمودين وجسر عشان يصير فيه مزروع وإيضاً هنا يشوفون هذا بعد خطأ فاضح الاتصاق في الجزء هذا كله أدى إلى وجود ثلاثة عمدة مزروعة واحد، اثنين، ثلاثة هذا العمود هنا المزروع واحد، اثنين، ثلاثة راح يصير في الدور الأرضي أو الأول لذلك هذا المخطط عليه علامات تعجب وعلامات استفهام لازم الشخص يرد مرة ثانية يحاول هنا يسوي له حوش وهنا أيضاً يحاول الأعمدة يخليها موجودة ويسقر العرض من الغرفة الدوانية والصالة إذن هنا أيضاً هنا معقول هنا يصير فيه طبعاً في الجزء هذا هنا فيه حوش جميل جداً يا أخوان الحوش هذا ما تتصورون شرون جميل لما يصير عندك حوش وفي السرداب تقعد حد كراسي حق الدوانية ممتاز جداً لذلك كان هنا المفروض يصير فيه حوش على الأقل يعطيك إنارة في الجزء هذا طبعاً كل شيء فيه هنا مثالي فيه حمامين هنا هذا حمام هذا حمام ممتاز وهذا المقاسل وهذا الممر وهنا أيضاً ممر والدوانية الباب الدوانية والمقلط باب الدوانية والمقلط مقابل بعض وهذا شيء جميل ننتقل بعد ذلك طبعاً هنا ما فيه ملاحظات هنا غرفة الغسيل وهنا غرفة الخدامة والكاوي لكن هنا غرفة الخادم كبيرة جداً 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 يعني هذا كل المكان هذا وأيضاً بعد هم جزء هذا ما يصير فالخادم يعني لو تقص المكان هذا هنا بنفس الوقت يصير فيه الحمام والغرفة والجزء هذا الثاني يكون خاص حق الصاح الخدمات كوي وغسيل أو غرفة زايدة إذن ننتقل إلى الدور الأرضي الدور الأرضي أيضاً شوفوا شون إخوان أيضاً لازال العمود مزروع هذا وكاوه هذا العمود هنا مزروع هذا تشوف السرداب هنا هنا ما فيه عمود هنا موجود في السرداب وأيضاً لازال العمود هنا موجود رح يطلع في الدور الأول بما أنه اللغة في السرداب وأيضاً الأرضي يستطيع أن يرحل حق الدور الأول وأيضاً هنا نفس الشيء في لازال العمود مزروع رح يصير في الدور الأول هذا هو الدرج عنده مدخلين للدور الأرضي وأيضاً هنا وأيضاً هذه مدخل الثالث جميل جدا البيت على ثلاث شوارع نتي له هذا ايضا هنا هذه هني غرفة ما شاء الله مستغل البيت عدل في الدور الارضي هذه غرفة مع حمام وهني غرفة كبيرة مستر روم مع حمام وغرفة ملابس جميل جدا وايضا المطبخ هذا اللي انا احب يعني دايما انبه المتابعين ان المطبخ لا يكون على الشارع الرئيسي من هنا او من هنا يكون قبل غرفة فهذه غرفة يكون حلو ان المطبخ ما يصير مطل على الشارع يكون قاصر وقبله في غرفة نوم هذا جميل جدا وايضا فيه مخزن وهذه الدرجين موجودين ما فيه اي مشاكل هني ولا ننسى ان الحمامات تصير متر ثمانين لكن المشكلة فيهني ثلاثة اعمدة مزروعة هذا العمود المزروع هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة لو تروح السردام من روح السردام كاهو هذا العمود هني واحد اثنين ثلاثة اللغو وبلش في الدور الارضي واحد اثنين ثلاثة خطير جدا اخوان يعني واحد اثنين ثلاثة ثلاثة اعمدة مزروعة وهني واحد اثنين يعني خمس اعمدة مزروعة هذا مو صحيح يا جماعة لازم نقلل من الامدة المزروعة لان الامدة المزروعة في النهاية خطر على البيت جدا نأتي إلى الدور الأول الآن الدور الأول ما هو إلا غرف نوم ويحبّد أن النسان ما يرتفع في الدور الأول والثاني لأنها عبارة عن غرف نوم والسداب أيضا لا ترتفع في السقف خلّك طبيعي 420 وباقي الأدوار 420 إلا الدور الأرضي خذ راح تكتبي 4.5 متر كيفك نأتي إلى هنا الغرف واسعة جدا ممتازة لا تقل عن 4 في 4 إلا هذه الغرفة إجباري إجباري وهنا أيضا الغرف كبيرة جدا ثلاثة وهنا حمام موجود وأيضا هذا الحمام داخلي طبعا يحبّد أنا أفضل دائم أن الحمامات تكون مكشوفة ما تكون داخل بحيث أن الخدامة لو تجي تنظف ما تحتاج تدشي الغرفة من الداخل وبعدين تروح الحمام هذا قاعد يشوفه مكرر من الشباب أنا أنصح أن يكون الحمام مستغل عن الغرفة عشان خدامة لو تجي من الجزء هذا مثلا هنا تدخل تنظف الحمام ونتقاف الغرفة تكون ماشي فلما يكون داخل يصير مانفي خصوصية لازم الخدامة تدش على غرفتك من الداخل وتنظف هذا يعني راي وأرجونا الناس يعني تستفيد من هذا الراي ننتقل بعد ذلك إلى هنا تحصيل حاصلة شقق الشقة اللي من هنا نفس الشقة اللي هنا كوبي بيس هذا المطبخ أيضا مترين ونصف ممتاز وطولة أربعة ممتر تمام وفي غرفة خدامات ألاحظ أن المخطط مكرر وقص ولزق من كذا مخطط يعني عشان أديش الغرف هنا لازم أديش على الصالة ومن الصالة أديش هناك ما في خصوصية بينما لو تلغي الخدامة المكان الخدامة يصير ممر بهالطول هذا يصير ممر ما يحتاج يديش للإنسان الصالة عشان يروح الغرفة الثانية هذا باختصار المقطع الجميل جدا يا أخوان البيت حلو وأرجو أنكم تستفيدون وإذا عجبك المقطع لا تنسى تشترك بالقناة وتعمل لايك وتسوي شير حق المقطع عشان غيرك يستفيد وهذا السعنة باركة موعدنا إن شاء الله في مقطع كثيرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته